ينضم معنا من بيروت الأستاذ هشام يعقوب رئيس قسم الأبحاث والدراسات في مؤسسة القدس الدولية أستاذ هشام بداية مرحبا بك مقتل جنديين صيونيين وإصابة ثالث بحالة موت سريري وكذلك إصابة رابع بجروح خطيرة بعملية جديدة في سلواد إضافة لدهس جندي في البيرا برام الله كيف تقرأ كل هذه العمليات المستمرة للمقاومة الفلسطينية؟ أولا التحية للشعب الفلسطيني المجاهد الذي يلقن اليوم الاحتلال الإسرائيلي درسا قاسيا جراء جرائمه التي لا تتوقف على الشعب الفلسطيني هذه التطورات هي رسائل واضحة من الشعب الفلسطيني وتحديدا من ضفة الشهداء الضفة التي راهنوا عليها أن يدجل شبابها وأن تدخل في دوامة ما يسمى العملية السلمية وأن تخرج أجيالا من الذين تعودوا على مشاهد التنسيق الأمني ومشاهد الخلوع وما إلى ذلك الضفة اليوم تقول كلمتها تقول الوضع الطبيعي مع الاحتلال الإسرائيلي هو الاشتباك المباشر والالتحام المباشر مع العدو الصهيوني هذه الضفة اليوم تقول الكلمة نحن إلى جانب غزة نحن إلى جانب القدس نحن إلى جانب الشعب الفلسطيني في إطار هذه المعركة ولا يمكن أن يتم اختزال المعركة مع غزة وحدها ولا يمكن أن يتم الاستطراب بغزة وحدها ولا يمكن السماح للاحتلال الإسرائيلي بأن يعربد في القدس وفي الضفة الغربية وأن يقتل الأبرياء من أبطال نسيرات العودة في غزة من دون أي عقوبة هذه العمليات الفلسطينية إلى أي مدى تبين ربما أو توضح اليأس الفلسطيني من العالم ومن المجتمع الدولي صحيح هذه العمليات هي رسالة لكل العالم بأن هذا الاحتلال الإسرائيلي لم يبقي أي فرصة للشعب الفلسطيني بحياة كريمة هذا الاحتلال الإسرائيلي لا يقبل ولا يمكن أن يستوعب أن يكون هناك بشر غير المستوطنين على هذه الأرض للأرض التي سرقها هذه العمليات هي رسالة لموجة التطبيع هذه الموجة التي تريد أن تستكمل سرقة الأرض وتريد أن تغقية على جرائم الاحتلال الإسرائيل وهي رسالة إلى ترامب وإدارة ترامب وكل من يسير في ركب صفقة القرن بأنه لا مجال لتصفية القضية الفلسطينية ولا مجال للمقامرة وتضييع الحق الفلسطيني ورسالة أيضا للاحتلال الإسرائيلي بأنه لا إمكانية بأن يكون هناك احتلال على أرض فلسطين فلسطين هذه لا تقبل الاحتلال لا تقبل الاغتصاب لا تقبل الغزان في هذا الإطار الاحتلال تمكن من اغديال ثلاثة شبان فلسطينيين اثنان منهم سبق وأن فدع عمليات مسلحة ضد المستوطنين الصهاينة في مستوطنة البركان بعد هذه الحادثة ما الذي يبرر استمرار الاتفاقية الأمنية مع الاحتلال لم يكن هناك مبرر أصلا بوجود اتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي ولا سلام مع الاحتلال الإسرائيلي قبل هذه العمليات هذا احتلال سرق الأرض هذا احتلال يقتل الأبرياء هذا احتلال يسرق التاريخ والهوية ويعتري على الحق الفلسطيني واليوم هو يمعن بهذه الاعتداءات إذن لا يوجد هناك مبررات بالعكس نحن نطالب السلطة الفلسطينية بتنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني المجلس المركزي في أكثر من قرار مؤخرا اتخذ توجيهات واضحة بقطع العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي بل وقف اتفاقية أرسلو لكن مع الأسف السلطة الفلسطينية اليوم لم تطبق هذه القرارات وهي مطالبة بالانحياز إلى شعبها الفلسطيني والوقوف إلى جانب شعبها الفلسطيني وقطع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي ودعم مقاومة الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية على وجه التحديد الآن الحديث عن صفقة القرن أين أصبح هذا الحديث؟ هل أصبح واقعا برأيك؟ أنا أعتقد أن هذه العمليات ومسيرات العودة في غزة والتفاعل المستمر في القدس وفي المناطق الفلسطينية المختلفة ضد الاحتلال الإسرائيلي قالت كلمتها أن صفقة القرن وقرارات ترامب المشحفة بحق الشعب الفلسطيني ليست قدرا محتوم التنفيذ على شعبنا الفلسطيني لا يمكن لأحد أن ينفذ قرارات جائرة على شعبنا الفلسطيني ولذلك أنا أقول يجب أن نمتلك الثقة ونقول هذه الصفقة اليوم تتعرقل هذه الصفقة اليوم لا تسير بالشكل الذي خطط له ولا أقول أن الشعب الفلسطيني هو حجر الزاوية في شال هذه الصفقة إذن الصفقة اليوم لم تنجح ولن تسير كما كان مخططا لها هذه العمليات ومسيرات العودة والإبداع الفلسطيني وإبداع المقاومين والعمليات الفردية التي تتصاعد اليوم قالت كلمتها بأن هذه الصفقة لن تسير ولن تمر يعني منذ شعر 8 إلى اليوم تقريبا أكثر من حوالي 400 عملية نفذت في الضفة الغربية والقدس هذا كلام رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي منذ أيام قليلة كانت تحدث عن أنه نحن أمام هناك نسبة بين 60 إلى 80% باندلاع موجة من العمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ستستنزف الاحتلال الإسرائيلي أكثر من استنزافه فيه في غزة إذن هذا هو الوضع الطبيعي لا صفقات مشبوهة ولا مؤامرات ولا تطبيع ولا يمكن لأحد أن يسقط الحق الفلسطيني تحول المشهد الفلسطيني بهذا الشكل إلى أي مدى ترى أنه ينبئ بثورة غضب جديدة تكرر نفسها مرة أخرى إلى أي مدى ترى أن الأجواء مهيئة فعلا لغضب فلسطيني جديد الحقيقة الشعب الفلسطيني كرس سنة تاريخية نضارية كل مدة ربما هذه المدة تكون سنة سنتين أو ثلاث سنوات أو عشر سنوات ربما هذا الشعب الفلسطيني يسور ويستجمع قواه ضد احتلال الإسرائيلي هذا الاحتلال الإسرائيلي في كل هبة أو انتفاضة الحقيقة يقوض إمكانيات وقدرات الشعب الفلسطيني لكن هذا الشعب الفلسطيني لا يركن سرعان ما يستجمع قواه وتنتلق الهبة فلنتذكر أنه الهبة الأخيرة التي انطلقت عام 2015 والتي قبلها عام 2014 وانتفاضة الأقصى عام 2000 وغير ذلك من الهبات والانتفاضات في كل محطة من محطات النضار الفلسطيني الشعب الفلسطيني يجدد أدواته ووسائله ويجدد على الاحتلال الإسرائيلي ويخرج الاحتلال الإسرائيلي بوسائل وإمكانيات وطرق بديعة مشارات العودة لم تكن في الحسبان هذه العمليات الفردية الدعس والطعن وما إلى ذلك من عمليات اليوم لم تكن في قاموس الشعب الفلسطيني بهذه الصورة الجلي نشكرك شكرا جزيلا من بيروت الأستاذ هشام ياقوب رئيس قسم الأبحاث والدراسات في مؤسسة القدس الدولية